وحنتكلم عن موضوع الحقيقة أو عايزة أتكلم عن موضوع مهم جداً هو موضوع الاقتصاد بشكل عام وعايزة أركز عن الصناعة يعني بشكل خاص أولاً إحنا كلنا طبعاً معترفين أنه في أزمة اقتصادية زينا زي العالم كله بس بدل ما الناس يعني أنا بتمنى أنه بدل ما الناس تفضل تنظر ويقولوا إحنا خبرة في الاقتصاد ويطلعوا في البرامج وعاليوتيوب ويقولوا إن في أزمة طب ما تخلينا نقول إن إحنا عايزين حلول طب فين الحل أنا ما بحبش أقول إنه في مشكلة وما حاولش أجيب حل أنا عندي هنا برنامج 90 دقيقة إحنا عندنا مساحة ومنتظرين من الجميع طرح حلول وقعية للأزمة الاقتصادية وحنعرضها على فكرة بكل شفافية وأنا عفواً وأنا يعني وثقة إنه كل كلمة بتتقال في البرنامج ده بتتسمع كويس وبتتشاف كويس ويكون لها رد فعل كويس وسريع وإحنا في انتظار أي حد عنده حلول في النهوض بالصناعة ودعم الزراعة وحل أزمة الدولار في كل المجالات الاقتصادية بشكل عام أنا يعني مش عايزة أقول إن أنا عايزة نطم المركب ولا هنطم المركب يا جماعة دي بلدنا وإحنا عايشين فيها وكل اللي بيحصل فيها بيأثر علينا كلنا وعشان كده لازم إن إحنا ندور مع بعض على حلول ما قولش ما هو دي مسئولية فلان لأ إحنا لازم إحنا نشوف حل أي حد عنده حل يقدم وأنا شايفة إنه أول حل للأزمة الاقتصادية في مصر هو دعم الصناعة ده ملف مهم جدا هو إن إحنا يكون عندنا مصانع ويكون عندنا إنتاج طيب يبقى لازم أدعم الصناعة لأن هي المفتاح وهي الحل السحري لحل الأزمة الاقتصادية كل التجارب الاقتصادية العالمية وكل الدول الاقتصادية الكبيرة على فكرة بتعتمد بشكل أساسي على الصناعة الصناعة يعني إنتاج الصناعة يعني دعم المصانع المتوقفة اللي لما تشتغل حتدخل عائد كبير حتدخل عائد كبير للبلد يعني نخفف من الاستراد علشان نصدر ونجيب بقى دولار بدل ما فيه أزمة في الدولار بسبب فطورة الاستراد المطلوب من السيد المحترم رئيس الوزراء ووزير الصناعة شوفوا رجال الأعمال والصناعة أين هم؟ ومشاكلهم إيه؟ ادعموهم بكل الطرق يعني شوفوا مين الناس اللي عايزة تفتح مصانع وساعدوه عملولهم الترخيص ووفروا ليهم التمويل اللازم واللي عنده مصانع وواقف شوفوا واقفه على ايه؟ وخليه يعني يدور المكانة زي ما بيقول وشوفوا مشكلته ايه؟ فيه ناس مش عارفة تفتح مصنع وتجيب مكان ولا تحط مصنعها ولا تعمل مصنعها ولا تجيب مكان من بره عشان أزمة الدولار وفيه ناس عندها مصانع وما بدأتش وواقفة علشان محدش بيدعمها محتاجة دعم فيه حاجات أنا مش دخلة في الموضوع كويس بس ممكن أدخل في تفاصيل وافتح هذا الملف لأنه أنا حقيقة بيصعب علي أنه فلوس ممكن تدخل للبلد وأنا رمي هذا الملف أنا قلت في حلقة قبل كده هوا موضوع مش وان ما نشو مش كل حاجة هيعملها السيد الرئيس مش كل حاجة بيديها المسؤول علشان يبقى يعني يكمل الفسيلة اللي زارعها وما يعملش شغله يبقى خلاص يبقى احنا بنكلم في ايه؟ حنلوم مين؟ حنلوم المسؤول اللي ما قامش بوجبه طيب ما قامش بوجبه أسيب نفسي قاع؟ لا مش هسيب نفسي قاع لا هفكر في حلول هفكر في حلول عشان أساعد هؤلاء الصناع هؤلاء رجال الأعمال لأن دول اللي هيحلوا أزمة الدولار طول ما فيه إنتاج فيه شغل فيه تصدير فيه دولار فيه عمالة بتشتغل كل مصنع قادر يعني يفتح تقريبا ألف بيت ويأكل ألف أسرة الصناعة على فكرة بداية بداية كويسة وهي الطريق والمستقبل وهي الحل وهي كل حاجة بلد بدون صناعة والزراعة وإنتاج هتفضل فيها أزمات لازم ندعم الصناعة وجنبها الزراعة ومش لازم يكون المسؤول هو وزير الصناعة على فكرة يعني أنا طلقت قبل كده وكنت زعلها من وزير الصناعة وقلمت وزير الصناعة بس أنا النهاردة بقول أنه المشكلة اللي اتكلمت فيها فيها متخصصين كتير أعم وأشمل من شخص الوزير ممكن موظف موقف الموضوع على قمضة منه ممكن رئيس هيئة ممكن رئيس مصلحة ممكن مدير بنك يعني لازم كل مؤسسات الدولة وزارات هيئات بنوك تتبنى رؤية واحدة هي دعم الصناعة نطلع نقول للجميع أنه سنة 24 هي سنة دعم الصناعة ونبدأ من النهاردة عشان نشوف بكرة نتيجة عشان نوصل لآخر السنة وإحنا عندنا ألف مصنع جديد